اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفوزنا فيها المباراة التانية كانت مع سبورتنج منذ يومين ونادي أهل تعادل تالت اللقاءات هتكون بكرا إن شاء الله مع نادي البنك الأهلي جديد إن المباراة مش هتتلاعب على ملعب البنك الأهلي في اسكندرية ولكن هتتلاعب على ملعب أو صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر نادي الأهلي بالجزيرة وده بناء على اتفاق بين الفريقين المباراة تتلاعب بكرا بالساعة 8 والأهلي بيحتل المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن سبورتنج واللي بييجي في المركز الثالث أما الزمالك في موجود في السدارة برصيد 11 نقطة فرقتنا بتحاول تستجمع قوتها في الفترة دي خصوصاً الفرقة مليانة غيابات بسبب الإصابات اللي وراء بعض وإحنا طابعنا كمان ماتش سبورتنج وإزاي كانت مباراة قوية جداً جداً في صالة سبورتنج ولكن طبعاً محتاجين أكتر تركيز محتاجين عودة المصابين محتاجين الإصابات كمان ترجع وأكيد شكلنا الدفاعي يمكن ناحية الهجومية كانت في ماتش سبورتنج جيدة جداً ناحية الدفاعية للأسف ما كناش موفقين في الناحية الدفاعية حصل اختراقات كتيرة جداً من المنتصف حصل اختراقات من العيبة وصلوا على المرمى بسهولة نتمنى إن شاء الله مباراة بكرة تبقى عودة تاني للروح ويبقى الانتظام في المكسب شيء مهم جداً لهذا الفريق هنروح على نفس الفريق وخبر تاني محمد عصام الطيار النادي الأهلي وفق له أنه يحترف في الدوري الألماني طبعاً القرار النادي الأهلي جاء بعد أن فيه طبعاً زي ما حداتكم عارفين فيه ثلاث حراس مرمى على مستوى عالي في النادي الأهلي فيه طبعاً محمد عصام الطيار وفيه عبد الرحمن حميد وفيه عبد الرحمن طه فالنادي الأهلي طبعاً أقربهم كان محمد عصام الطيار جاله عرض احتراف في ألمانيا وهتنقل لنادي لايسبيج الألماني واللي بيلعب في الدوري الممتاز بدائماً لفترة الانتقالات الشتوية القادمة اللي احنا فيها إن شاء الله لايسبيج وعلى فكرة نادي لايسبيج هو من الأندية اللي عندها أكاديمية أو المدينة دي المدينة دي عندها أكاديمية كبيرة جداً لتعليم علوم الخاصة بالرياضة سواء فتنس باسكتبول هاندبول أكاديمية كبيرة وفيه مدربين كتار راحوا هذه المدينة درسوا فيها هذه الأكاديمية ودايماً خرجت كوادر كبيرة جداً طيب طيار كان ليه طبعاً تاريخ كبير جداً مع نادي أهلي ومنتخب مصر يمكن أن أساعد منتخب مصر في الحصول على طوط أفريقيا اللي فاتت في مطلع عام 2020 في تونس وكمان المنتخب تأهل الأنبياء التوكي والحققنا فيها المركز الرابع وعملنا أداء والأرواع وكمان كان عنصر مهم جداً في تتويج الأهلي بكأس مصر وطوط أفريقيا الأندية نتمنى لك كل التوفيق الحقيقة أعصام طيار لأن أنت من اللعبة أو اللجوانة لما بخلوش أبداً عن نادي الأهلي يمكن من حقق تجرب تجربة الاحتراف خاصة أن ألمانيا أنت أول لعب مصري أول لعب مصري في التاريخ يحترف حارس مرمى أول حارس مرمى في التاريخ يحترف في الدوري الألماني وطبعاً زي ما قلت حضراتكم الأهلي وافئ لأننا عندنا وافرة في المركز ده وغالباً كل مطشح نبدو لعب باثنين حراس مرمى واثنين من ثلاثة فأنت بتضطر تريح لعب وحارس مرمى بواحد منهم وهو على مستوى عالي ما نفعش يقعد فكان الأفضل أنه يتم الموافقة لي على الاحتراف ومحمد العصام الحقيقة قال لك أنا دايماً هفضل تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت ومتأكدين أن التجربة دي هتدي خبرات يا محمد وإن شاء الله نشوفك متقلق هناك وتكون سفير حسن للنادي الأهلي والمصر كلها بإذن الله طيب هنروح لكرة السلة رجال وتابعنا الحمد لله مباراة الجزيرة اللي كانت على شاشة قاتل النادي الأهلي ومجموعة اللي فات وفوز تاريخي من نتيجة 28 بنت أو فرق 28 بنت على النادي الجزيرة في ملعبنا وأداء كان جميل جداً بالرغم من الغيابات تحت الحلقة كثيرة منها أمر طارق وأحمد إسماعيل أمر طارق بإصابة وأحمد إسماعيل بسبب الكورونا وهنلعب إن شاء الله بإذن الله بكرة سموحة على الساعة السادسة على صلاة الأمير عبدالله الفصل وبالمناسبة دي آخر مباراة في الدور لا دي المباراة قبل الأخيرة في الدور الترتيبي لسه عندنا مباراة الاتحاد السكندري بعدها وكده شكراً خلاص الترتيب بنسبة كبيرة اتحسن هيمتظر بس مباراةنا مع الاتحاد السكندري ونتجتها في ريتنا كسب كل ما شاطف الدور الثاني على حساب سبورتينج المصير للتصالات مصير التأمين الزمالك الجزيرة يبقى لنا إن شاء الله مباراة بكرة زي ما قلت لحضراتكم سموحة ومباراة الاتحاد طبعاً بكرة هنلع لحضراتكم المباراة إن شاء الله على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي عشان برضو زي ما وعدناكم نكون دايماً جنب أبطالنا على الأد ما نقدر ويعني المباراة بتبقى مع العبنا بتبقى فرصة كويسة جداً نحن نغطيها لحضراتكم وعن قرب وبنشوف كويس جداً فرقتنا أخبارها إيه ويعني بنتطمن عليها نهاية تمنى لعودة المصابين يعني أحمد أسماعيل إن شاء الله أتمنى يرجع عايزين طبعاً بإذن الله نتطمن على عمر طارق إنه رجع يوسف المعداوي اللاشئ أو اللي تم أعارته اللعب الصعدة اللي تم أعارته اللي تنته ورجع من الأعارة تم الانتهاء تماماً من إجراءات قيده خلاص هو جاهز يشارك إن شاء الله المباراة اللي جاية شوفنا تطمننا على هاب أمين تطمننا على الفرقة بشكل عام والفرقة مشة بشكل كويس نتمنى الحفاظ على المستوى ده والنتاج دي مستر أجوستي بوش بيحرس كل طول الوقت إنه هو يعود يزاكر الفرقة ويزاكر الفرقة الراجل حقيقة بيشتغل صبح وليل ما بيهداش عمال يفكر إيه الأحسن فرقته عنده أمال وطموحات مع النادي الأهلي كبيرة جداً جداً وإحنا رحين معاه أبعد نقطة هو عايز يروحنا معاه وجنبه بحيث إنه نشوف النادي الأهلي في المكان اللي يستحقه إن شاء الله في كرة السلة طيب هنرح لكرة السلة السيدات إزا ما حضركم عارفين الدوري متوقف استغل كابتال علي هاشمان المدير الفني هذا التوقف لاستعادة أو تأهيل المصابين طبعاً إنتوا عارفين حضركم إنه إحنا في المركز الأول متساويين مع سبورتينج وليوليس في النقاط وهي 13 نقطة طبعاً عندنا إزا ما حضركم عارفين إن التدريبات بدأت في الجيم إزا ما كل الفرقة الجمالية بتبتدي بتبتدي الجيم عشان تعلي تحمل العضلات وقوتها وبعد كده معسكر مفتوح بترجع لعبات المستوى البدني والفني واحدة واحدة وبيرجع تاني الهارموني بقى من خلال التدريبات الجماعية عشان الدوري هيرجع خلاص هنغمض ونفتح لقينا نفسنا داخلين على الأدوار الإقصائية ونسيت أقول لكم إنه برضو الدوري في الرجال هيتوقف بعد الدور أو المبرانة نهائية فيه الدور الترتيبي يعني بعد إسبوع تقريباً الدوري هيتوقف حوالي 40 أو 45 يوم هنا التحدي سواء للسيدات أو للرجال إن أنت ترجع من التوقف أحسن من الأول فرقة كتير جداً 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 بترجع من التوقف أسوأ مما قبل ودي مهمة صعبة هتقول لها يا كابت أنت ما ما فيش مطشاط بتتلعب ما فيش نشاطات بس فيه إعداد فيه ممكن تريح مشتوك ينزل إزاي تحافظ على مستوى العيبتك خاصة أن فيه مجموعة هتروح من الرجال أيضاً لمنتخب مصر فهيبقى فيه مجموعة مع منتخب مصر ومجموعة في النادي الأهل الموضوع صعب الموضوع صعب اللي يكون فؤال ميستر أجوستي وجهاز الفن المعاون لأنه إنت عايز هترجع من هذا التوقف على أدوار الإقصائية هترجع من التوقف ده بتلعب بيستوف ثري بيستوف فايف بيستوف فايف مباريات ليفل وان ما فيش تدريج مش هتاخد بالتدريج فالتوقف قد يكون لمصلحتك وقد يكون عكس مصلحتك إذا استجلته صح كلنا ثقة في جهاز الفن المعاون واللعبين أنهم مش هيريحوا وهيشتغلوا لعبة المنتخب تحافظة عن نفسها وطبعاً كله بقدر الله سبحانه وتعالى ولكن مهم تحافظة عن نفسك ومهم تبقى في فرما كويس هتنام كويس تاكل كويس تلعب بقوة عشان لقدر الله مناخسرش حد منهم وفي نفس الوقت اللعبة اللي في النادي الأهل تتمرم بكل قوة المصابي الجاهز اللي عنده حاجة بيشتيك بحيثنا نخش فول باور على الأدوار الإقصائية هنروح للكرة الطائرة كنا بنلعب منذ 3-4 أيام مباراة دوري 32 في كأس مصر كنا بنلعب مع جزية الورد وفي المنصورة وفوزنا بنتيجة 3-0 رجعنا هنلعب دوري 16 مع طنطف في صالة الأمير عبدالله الفصل بكرا إن شاء الله الساعة 4 عصراً بكرا يوم مزدحم بالأحداث على صالة الأمير عبدالله الفصل وهل لكم ملخصاً الأهل طبعاً زمارته حدقكم فاس في دوري 32 دوري 16 عندنا بعض المشاكل في الإصابات ولكن الإسكواد اللي عمله كابتن محمد بسالح ميدو إسكواد محترم يمكن الإصابات عندنا متركزة أكثر في مركز 3 ولكن بعد عودة عادل بعد عودة عادل ما فيش أي مشكلة خالص عندنا في مركز 3 لسه سعودي بس هو اللي إن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بعد الشرخ للصباع ولكن إن شاء الله مركز 3 مليان يمكن عبه برضو عنده رشح في الرجبة مركز 3 عادل رجع عبه خرج بس الدنيا ماشي كويس وبيدر يصعد كابتن محمد ميدو ناشئين في مركز 3 بس الدنيا ماشية وترامى بنكسب الأمور جيدة هنخلص الكاسة هنخش على الثلاث مباريات أو الثلاث مباريات مع طلاق الجيش ومصر البترول والبتروجيت الثلاث مباريات هيبو زهابا وإيابا ده بعد كده أو الخطوة اللي بعد كده أو خطوة القبل النهائية في مشوار الدوري الممتاز يعني ده باختصار بكرة يوم رياضي طويل عندنا ثلاث مباريات عصاد أمير عبدالله الفصل عندنا الساعة 4 مباريات الكرة الطائرة الأهلي وتنطة في دور الستاشر لكاس مصر عندنا الساعة 6 ماتش كرة السلة الأهلي واسموحة في دور قبل النهائية أو في المباراة الجولة القبلة النهائية في دور الترتيبي الساعة 6 عندنا الساعة 8 مباراة البنك الأهلي كرة يد والبنك الأهلي وان شاء الله بنحاول بقدر المسوطة نحن نقل لحضراتكم الثلاث مباريات بكرة يبقى يوم رياضي حافل وملئ بالأحداث نتمنى التوفيق والفوز لكل فرقنا بإذن الرحمن إحنا زمان مركزين على العاب الجامعية أردنا أيضا الألعاب الفردية عندنا برضو مركزين معا يمكن الأهل استضاف دورة اتحاد التنس لتطوير مستوى المدربين مستوى أول النادي الأهل طبعا دي صور من الدورة التدريبية كان حصل برتوكول مع الاتحاد المصري للتنس بحيث أن احنا نقدر نحصل على فرق نطور بيها مدربيننا والدورة دي حضرها 32 مدرب من قطاعات التنس بالنادي الأهل على مستوى الفروع الثلاث وده من ضمن خطة اتحاد التنس زي ما قلت لحضراتكم لرفع كفاءة أو مستوى كفاءة المدربين وتطورهم بأحد سبل التدريب العالمي طيب في دورتين هتعاملوا وفي دورة هتعاملت من 22 إلى 22 يناير اللي احنا فيه دي خلصت خلاص وفيه واحدة تانية من 27 إلى 29 في نفس الشهر برضو هتبقى عن نادي الأهلي وكل ده عشان نقدر نحط مدربيننا في لفل تاني خالص إذا ما حضركم عارفين التنس خرج نجوم كبار من نادي الأهلي يمكن أخيرهم ماير شريف نجمتنا العالمية بنت النادي الأهلي فإذا الطفرة اللي بتحصل دي هنجني اثمارها ولكن بعد سنوات قليلة عندما يتم رفع كفاءة المدربين وبالتالي هتتنقل الخبرات وكفاءة اللي لعبين وهنشوف جيل جيد في التنس الأرضي بإذن الله هنروح للسكواش يمكن نادي شهين نجمتنا في السكواش بتلعب بطولة كليفلند للسكواش في أمريكا وحظاه حلو نادي دايما دايما بتقع في الأدوار التمهيدية مع نور الشربيني بطنة العالم يعني ما تعرفش زي ما مصطفى عسل كده تلاقيه يقع مع علي فرج أو يقع مع نجوم كبار كان نفس الكلام مع نادي شهين ولكن القرع بمرة دي جنبتها أنها تلعب في الأدوار التمهيدية تخش على طول على دور الستاشر وده حاجة كويسة أنها تحسنت في الرنك الأعلام نادي بتحتل تلوقتي الترتيب الخمستاشر وده كان طبيعي لوجيك أنها خمستاشر أو ستاشر لعيب بيتجنبوا اللعبة في الأدوار التمهيدية وهدفة الفترة الجاية أنها تخش أحسن عشر ويا رايحة نادي رايحة نادي نادي نسة صغيرة شغالة بتتقدم ستيب باي ستيب رايحة للستاشر يا رب بتلحق تخش في العشر الأوائل زي مصطفى عسل ومصطفى عسل الخامس دلوقتي وإن شاء الله مصطفى بعد بطول الكليفلند هيبقى جاهز لمشاركة في كل بطولات البي اس ايه نتمنى النادي والمصطفى عسل نجمينا الاتنين التوفيق يعني ما فيش يعني هو طبعا تجنبها المباراة قوية ده أكيد هديها advantage جايز جدا أنه ممكن توصل دور التمانية لو نادي وصل الدور التمانية النشرة الشهرية بتاعت البي اس ايه أتوقع أنها هتكت نط من المركز الخمستاشر ممكن تخش في الاثناشر أو الهداشر لو كسبت مطش دور السبتاشر مهم جدا لنادي هنتبعها إن شاء الله البطولة تتلايب من 27 ل31 يناير يعني لسه هتتلايب هنعرف هيحصل إيه وهيعرف إلا هيتم معاه إن شاء الله وهنتبع لكم نتائجة طيب كده كده أخبار يعني خلصنا مع حضركم أخبار النادي الآن روح للأخبار المحلية يمكن بدايتنا في الأخبار المحلية مع منتخب الهوكي مليون مبروك لمنتخب الهوكي نجح يصعد إلى الدور النهائي لملاقات جنوب أفريقيا في المبرأة النهائية كان قبل النهائي مع كينيا وفزنا 5-1 احنا متابعين الفريق ده يا جماعة من قبل البطولة ما تنطلق كل حلقة لنا خبر عن منتخب الهوكي وده حقهم علينا احنا والله لو نقدر حتى نزيع المطشات يبقى لنا التقارير مصورة عنهم هنعمل لأنه فريق محترم وفريق دايما بيوصل نهائي أفريقيا عندنا مطش مع جنوب أفريقيا مطش صعب مطش صعب ربنا يكرمه يفوزه ويعني يبقى على قمة البطولة والتصنيف الأفريقي خلينا نقول أسامي اللعيبة وده حقهم دي صور للعيبة خلينا نقول أسامي اللعيبة البطولة على فكرة بالمناسبة بتلاقي في غانا أقرأ عاصمة غانا زي ما حدوكم شايفين الخلفية والطبيعة طبعا الخلابة للدول الأفريقية مطرة طبعا طول السنة فطبعا غابات وأشجار حاجة جميلة جدا الحقيقة أنا واحد من الناس كنت أحب جدا نسافر أفريقيا أستمت أتحست بتفصل عن العالم هوا ناقي والدنيا جميلة جدا هناك طيب من المنتخب؟ المنتخب 18 لا فرحات عبد الرازي محمد السيسي إدريس محمد السيد إدريس مصطفى منصور عمر إبراهيم محمد نصر عمر سيد أشرف سعيد أحمد عبد الحكيم محمد رجب محمود ممدوح عمر الهادي محمود سليم حمد عاطف مصطفى رجب أحمد محمد علي محمد عادل صابر زياد عادل وليد علي دول فريق الهوكي الحقيقة لابد والذي من إحنا نتابعهم نقول له حضراتكم إن شاء الله المباراة هيحصل في أي الفاينال زي ما احنا نتابعينه منذ البداية ونحاول لما نرجع بالسلام يا ربي بمتواجين بطولة أفريقيا هنحاول نجيبهم معنا في برنامج الأبطال إن شاء الله نقدم لهم كل التحية بإذن الله على المستوى الرائع اللي قدموه فيه بطولة أفريقيا نروح للجودو طبعا الجودو عارفين حضراتكم بعد معينه طبعا رشوان نجمينة كبير محمد رشوان مستشار أو مسؤول على المنتخبات الوطنية وموضوع عمل رواج كبير جدا وكان بناء على هذا الرواج إن طبعا رئيس الاتحاد الجودو تلقى دعوة من السفير الياباني عشان يدرسه مع بعضه سبل التعاون نشر اللعبة ده طبعا صور من بيت السفير الياباني وكان مع كابتن مرزوء طبعا رئيس الاتحاد في الزيرات دي البطل الأسطوري كابتن محمد رشوان زمالة الحضراتكم وعاصم رشاد نائب رئيس الاتحاد وطرق أزي الدين عضو مجلس الإدارة ودار الكلام في اللقاء عن تحسين سبل التعاون وعمل معسكات متبادلة بين الاتحادين المصطين والياباني وتنظيم بطولات دولية وعالمية وقال كابتن مرزوء محمد إن الزيارة ديد من ضمن الخططة الاتحاد الجودو بيحاول يستجلع علشان نقدر ننشر اللعبة بشكل أكبر في محافظات مصر وإن الجانب الياباني عنده خبرات كبيرة وعنده خبرات كبيرة في الأمر ده وإن التعاون وعادها في السفرة اليابانية مش في بيته أنا آسف في السفرة اليابانية وإن التعاون بين الطرفين هيصب في مصلحة اللعبة على جميع المستويات وقال إن الجانب الياباني متحمس جدا لبداية العمل في الشراكة دي وعاوزين يقدموا طفرة لمصر في اللعبة خلينا أقول لكم إنه إضافة أو تعيين النجم الأسطوري محمد رشوان أو البطل اللومبي محمد رشوان في هذا المكان قبله بقى اللي جاي شفتوا مبدأين اليابان قالت لك أنا عايزة أتعاون لأنه طبعا هو ليه يمكن شهرة كبيرة جدا في اليابان تعرفين طبعا اللي حصل في المباراة النهائية وإزاي هو رفض يكسب بطل اليابان بالرغم إن بطل اليابان كان يصيب في المباراة قدت لكابت المحمد رشوان أفضلية كبيرة جدا وإمج حلو جدا ليه وقبل ما يكون ليه البلد لمصر فطبعا زي ما شايفين السفير الياباني بيتدخل في الموضوع عايز يساعد اتحاد الجهود لأنه طبعا اليابان متقدمة جدا في هذه اللعبة كل ده بيصب في الآخر فين في مصلحة مصر عشان كده أنا بقول يعني همسة في أذن كل الاتحادات الرضاية لما يبقى عندك كادر ما تعزلوش عندك كادر عندك حد يقدر يفيد مصر ما تعزلوش إوعى ولا تقول ده انتخابات أو ده عشان ينزل ضدي مصر أسما من كل شيء إحنا عايزين اللي يبقى فيه عنده كادر في لعبة محترمة في أي حتة استعين بيه عشان مصلحة مصر إحنا كلنا كل المحبين الرياضة على أمل إن اسمه مصر يبقى دايما فوق وكلنا بنشتغل كل اللي إحنا بنعمله ده عشان في الآخر علام مصر سدقوني ده أكبر شرف لنا إن لعب أو حكم أو اتحاد يحط بلده في المقدم سدقوني يا جماعة ده شرف ما بعده شرف وده وأنا باعتبره ده زما كل واحد في مكانه بيقاتل عشان بلده لازم الاتحدات برضه فعندك كادر محمد رشوان الحقيقة إزاي ما تمش يستعانى بيه الفترة الفائدة كابت المحمد رشوان ده أسطورة كبيرة ليه؟ ما تقوليش انتخابات والكلام ده كله خلاص بلاش يعني مش عايزين الموضوع ده يخلينا نخش اتحاد السلاح النهاردة وعندنا خبر اللي جاي مع السلاح اتحاد السلاح النهاردة بيعمل طفرة جبيرة جدا ليه عمل طفرة؟ استعانى بكل الكوادر اللي حواليه الاستعانى والاستعانى بكل أسرتك انت لما تكون داخل على تصفيات أفريقية أو داخل على تصفيات كاس عالم وانت حاشد قصة كرة السلة بكل إمكانياتها سواء بسكت سواء كرة سواء يد حاشد كل أسرتك كل واحد عنده حاجة بيقدر يعملها ويزوق وبتاع الموضوع غير لما يبقى الاتحاد أو المسؤولين وقفين لوحدهم كابت محمد راشوال ما زلش انتخابات استعانوا بيه الوضع هو والسفير اليابان اللي هو حاجة يعني صعبة جدا نحن نتكلم عن دوره الكبير وعن دور اليابان وتقدمها في حلقة ولكن هو اللي دعا رئيس الاتحادات وقال له تعالوا هلنساعدك فهذا الحال في كل الاتحادات استعينوا بالكوادر المصرية بلاش اقصاء الكوادر عشان أهداف انتخابية ده المصلحة للبلد خلينا نروح للسلاح السلاح الحقيقة اه أنا حقيقة مش عارف اقول عنهم ايه ومش عارف يعني اهنيهم ازاي السلاح خد دهبيتين اه خدوا دهبيتين في كأس عالم الشباب المبرزة بالبحرية مدلتين دهب في كأس العالم ومصر بقت في التصنيف التاني العلامي في الشباب انا مش مصدق اللي بسمعه وانا بقول الخبر انا حس ان باحلم بس انتخابنا الوطن شباب السلاح السفر المبرزة حققت مدلتين دهب في بطولة كأس العالم واللي بتتلعب دلوقتي في البحرية لو شفنا على مستوى الفردي فنلاقي ان محمد ياسين حقق المدلية الزهبية بعد فاز على مين على بطل فرنسا احد ابطرة اللعبة الفرنسا يعني من الدول المتقادمة جدا فاز بنتيجة 13-12 يعني المطش كان ماشي اكوال 13 المطش في الاخر اما الزهبية التانية فكانت من نصيب المنتخب كفريق بعد ان فاز على منتخب فرنسا برضو شفت في قوة فرنسا في الفردي والفرق وفاز بنتيجة 45-34 فرق كبير جدا وده يدل على تقدم سلاح المصري تقدم السلاح المصري ومنتخب بيشرف عرف ان هي كابتن السيد سامي ومنتخبنا بدهم اربع لعبين احفظوهم كويس اوه يا جماعة اربع لعبين هم محمد ياسين محمد السيد محمد جابر محمود السيد اربع لعيبة ان شاء الله حد منهم او على اقل واحد ممكن اكتر يجبوننا مديليا ببريس اتحاد السلاح من هنا الهنا الهنا هنفضل كل حلقة هنجيب اخبار السلاح لان هم مشغالين رئيس الاتحاد محترم انا بس عايز اتكلم على حاجة عن رئيس الاتحاد الحسيني انه قبل الانتخابات اعرفوا مني الكلمة دي واسمعوها قبل الانتخابات طلبناه عشان يكون معانا عشان الانجاز اللي حصل في اللمبيات واللي حصل بعد اللمبيات رفض عارفين رفض ليه رفض عشان ما يقصرش على جمال الاممية ويستغل نجاح المنتخب في انتخابات اللي هو قادم عليها كرئيس الاتحاد والله ازا ما اقول لكم كده لما يبقى في حد بالفكرة ده لازم ان نتاك تبقى كده لازم ان نتاك تبقى كده وعلى فكرة بيستعين بكل الكوادر في اللعبة مش بيجنب حد ومش بيقصي اي حد لازم لما يكون حد بالفكرة ده وانه حاطط مصلحة البلد في المقام الاول لازم تبقى نتاك كده الحقيقة انا بحيي بربط على ايدي اللعيبة متابعينكم وان شاء الله جيبونا مداليا في باريس ومش مداليا واحدة اكتر مداليا باذن الرحمن تستحقوا ده وده الحقيقة اللي احنا منتظرينه منكم كده اخبارنا تكون خلصت هنطلع لفاصل عشان نستقبل زي ما قلت لحضراتكم في البداية المهندس شامل حريري نائب رئيس الاتحاد الافريق الكرة السلة وايضا رئيس المنطقة الخامسة هنكلم معنا امور كتيرة جدا امور تخص كرة السلة الافريقية والنشاطات خاصة ان المنتخب مصر داخل على الويندو الأولى لتصفيات كأس العالم اللي احنا كلنا نتمنى الوصول لكأس العالم هنتكلم عن نشاط الحادة الافريقية هنتكلم عن دور مصر هنكلم هل ممكن يحصل في اليوم الايام نشوف كأس عالم كبير في مصر خلينا اطلع لفاصل نستقبل ضفتنا وارجع لحضراتكم اهلا بحضراتكم من جديد في البداية برحب بضيف اللي منورني في الستوديو المهندس هشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الافريقية كرة السلة وايضا رئيس المنطقة الخامسة لكرة السلة اهلا بك يا باش مهندس هشام انا بك كابتن عيسام وانا سعيد ومجدين معاك النهاردة منور قناة النادي الاهلي والنهاردة بقى هنتكلم عن يعني كل حاجة خصة طبعا بسكتبول في افريقيا ونبتدي الاول بيك انت شخصيا انت توليت المسئولية كرئيس المنطقة الخامسة يمكن من خمس ست سنوات صحيح بالضبط 2014 توليت كـ 2012 دخلت مجلس دارة حاد المصري ورشحوني للاسل المنطقة الخامسة والحمد لله ربنا وفقني في الانتخابات كانت الانتخابات قدامي ناس من كينيا وتنزانيا ودرت فوز في 2014 الحمد لله ودرت عدي اول دورة من 2014-2019 والحمد لله تاني مرة فوزت بالتسكير في 2019 2019 تمام اكيد لما حدق توليت المسئولية دي انت طبعا بزون فايف دي منطقة يعني ساخنة بالنسبة لك كمصر يعنينا طبعا حود النيل واشققنا بيشاركونا او بنتشاطئ معهم حود النيل فكان ليك هدف اكيد لما توليت المنطقة الخامسة انت تعلم كابتن هيسم اشنان تقلت العيب كبير في مطاقب مصر انت دايما الباسكت كان في غربة افريقيا السنغال وكودفوار ونيجيريا وانجولا كان شارع افريقيا مصر هي دايما للزعيمة وساعتي يبقى معها مرة رواندا مرة كينيا يعني لحسب المنافسة هي دايما مصر كانت مزعيمة فكان الباسكت كان بعيد في حيثة افريقيا شرقية صحيح فبدأت ابني تاني المنطقة الخامسة بحيث اننا نبدأ نطور ويبقى في دول تانية بتنافس والمستوى هي على في افريقيا شرقية فاحنا قدرت بالمسابقات والدراسات وحاكتها جدا اننا نقدر النهاردة يبقى عندنا فرق بتنافس كيرا جدا زي كينيا رجعت بعد 28 سنة تشارك في افريقيا عندنا اوغندا عندنا رواندا النهاردة بالملعب عندها الجديدة النهاردة رواندا قفز القفزة جامدة جدا والضيف الجديد كمان جنوب السودان جنوب السودان طبعا عاملة فريق كويس جدا الحمد لله وشكر الله دلنا اننا ابدأ الناس تقول ان احتمال كبير جدا في خلال مدة معينة كده حنلاقي الباسكت اصبح في است افريقيا كمان انت اشغال على ده هو ده التارج بتاعي طبعا انا قدر اوصل الحمد لله اوصلنا خمس فرق في القفر باسكت اللي فاتت وبإذن الله في السيدات برضو وبإذن الله في الاندية بطولة الباسكت بول الافريكا ليجل هتلعب السندي اول مرة عندي ثلاث فرق مصر فريمان مصر ورواندا وجنوب السودان ممتاز طيب نجحت بشكل كبير في مهمتك كرئيس المنطقة الخمسة وطبعا ده لقى استحسان داخل اتحاد الافريقي وكمان من منصبك كنائب رئيس الاتحاد الافريقي اكيد برضو بتبص على نظر اشمل للكرة السلة الافريقية والحقيقة يعني بقىنا سنتين ثلاثة شايفين الدنيا في الاتحاد الافريقي انا كنت بلعب منتخب مصر كنت شايف الدنيا هي يعني سيستماتيك وماشية دي زي دي زي دي كل البطولات ولكن من ثلاث اربع سنين لقينا طفرة حتى في الكان في نظام البطولة في تصفيات كأس العالم بقت ويندوز زي اوروبا كلمنا عن الطفرة لحسب ثلاث سنين كانت اتحاد الافريقي بص هو بدأ يحصل تعديلات جبدأ قوي من 2015-2016 وبدأنا نهتم بالموضوع الاندية الافريقية بالذات الاول بتعرفين الاندية هي الاساس وكان البطولة اللي عملت سمعة قيسة جدا الاندية الافريقية كانت سنة 2016 لما النادي الاهل منظمها وإيه دي يكسبها فبدأت تحط الاندية الافريقية في ليفل تاني خالص فبدأت يبص علينا الان بي اي وبدأت يقولك احنا نخش شراكة معاكم كاتحاد الافريقي لما شافوا التنظيم وشافوا التنظيم وشافوا المستوى وجمهور قديل باسكتبول بقى بيبلر وشعبي في مصر وفي افريقيا اكتر من اول فبدأ يبص ان هو لا ده احنا ممكن نخش شراكة ويبقى فيه محترفين شان المحترفين من امريكا واروبا تعالي المستوى بتاع الكورة الافريقية قددنا ننجح في الشراكة مع الان بي اي ننظم الباسكتبول الافريكالي من 2019 وكان اول سيزو السنة اللي فاتت فبدأ يحصل تنافس اكتر نهر ده كل الاندية في مصر عايز تكسب الدوري عشان تقش في باسكتبول الافريكالي لان النهر ده باسكتبول الافريكالي كل الاندية اللي بيوصل ما بيدفعش حاجة خالص الان بي متكافر بكل حاجة اقامات وغير كمان دعم مادي كمان طبعا فطبعا ده بيقفز بالاندية الافريقية المستوى تاني خالص وليف اتنية خالص في افريقيا فكل الدوريات النهر ده بتبقى اكثر منافسة منافسة بس طبعا الدوري المصري من اكثر الدوري اللي فيه منافسة جمدة جدا في افريقيا صحيح فدي كان من الحاجات المهمة جدا تحصل النقطة التانية انها الويندوز نظام الويندوز تعرف زمانشان كنت تتنظم البطولة افريقية كنت تدفع فلوس وكده النهار ده الويندوز بتجي لغاية عندك تصفيات كاس العالم صحيح بقت مجموعات اربع مجموعات 16 فريق في بجازة ويندو فممكن تبقى النهار ده في مصر بوكرا في السنغال بوكرا في تونس في السنغال وبيتلعب في ملعبك اتهم من غير ما تكلف حاجة بعكس تمكن تكسب لو عندك سبونسور وي وي فده ادى الى لا خلينا نتوقف عندي شوية بشونتشان انه مع المنتخب انه تصفيات كاس العالم بقت عبارة عن ويندوز ووضع لسادة المشاهدين عبارة عن ويندوز يعني ويندوز يعني بطولات مجمعة بتحصل كل فترة احنا تقسمت اربعة مجموعة كل مجموعة تلات مجموعة تسحول اربعة اربعة مجموعة اربعة مجموعة اربعة بس 16 فريق 16 فريق الاربعة كل مجموعة اربعة بيصفوا مع بعض بيلعبوا دورة مجمعة مثلا زي مجموعة مصر بيلعبوا دورة في السنغال اربعة فرق بيلعبوا مثلا دورة في مصر كم ويندوو بيتلاب دي بتبقى 2 ويندو الأربع فرق ياخدوا منهم 3 ممتاز دي أول 2 ويندو بعد يكيب تطلع تخش على مجموعة تنهيل تلاتة تنين بس تطلع بالنتاج بتاعتك مش هتعب نفس الفرق انت لعبتها خلاص تطلع بالنتاج مع ده الفريق اللي انت خسرت اللي خرج بتستبعي النتاج بتستبعي النتاج بزرد بتستبعي النتاج بزرد وتخش على التلاتة التنين بتعيبهم بس وبعد ياخد خمس فرق يتأهلوا كاس العالم دلوقتي خمس فرق بالضبط زمان طبعا تعرف كانت تلاتة وكانت اتنين قبل كده انا كنت اتنين وبعد كده لما انا ملحيتش تلاتة كمان قبل حيتش تلاتة لو كانت تلاتة كنت تلاتة تلاتة اتنين كاس العالم اجب فالنهاردة خمس فرق فطبعا يعني الفرق كويسة اكيد هتوصل كاس العالم هتبقى حاجة كويسة جدا واتمنى مصر تكون من ضمن الفرق اللي هتمثلنا بإذن الله في كاس العالم 23 في اندونيسيا واليابان والفلبين كاس العالم اللي جاي في اندونيسيا اندونيسيا واليابان في الفلبين اه فلبين تلات دول اه عشان بأتنين وتلاتين فرق اه بأتنين وتلاتين فرق ما خدناش مقعد زيادة في افريقيا ولا صعب لسه اغتر وقت في خمسة بس الربنا يسهل مع ارتفاع المستوى كل شوية اتحاد الدولي بأبديت بأبديت طب ما توقف على الرنكات بتاعتنا كل ما يعني في الرنكات بتاعتنا كل ما يبنينا بإذن الله اكتر يعني طيب خليني اجي على امر مهم هو انه كرة السلة مش انا ام ابينا يعني احنا طبعا في مصر هنا اللعبة الشعبية بتليد نتيجة اللي هي النتيجة طبعا والناس بتابع المنتخب والقصة دي ولكن في العالم كله اللعبة الشعبية هي البسكت التانية اللعبة الشعبية التانية هي كرة السلة دوركو كاتحاد افريقي مع اتحاد دولي يعني طبعا الاتحاد الافريقي هو اتحاد قري ولكن اتحاد الدولي مازال هو اللي بيدير الموضوع هل اتحاد الدولي عنده استحسان وشايف الرضا بشكل او اخر عن يعني اداء الاتحاد الافريقي وان مثلا التفرة اللي حصلت وان الانبي ايه دخل في القصة ولا الاتحاد دولي كان ليه رأي اخر لا هو طبعا فيه مؤشرات بتدل على هذا الكلام طبعا ان فيه استحسان وفيه متابعة من اتحاد الدولي اكتر ان اول حاجة قرر ان هو لأول مرة منذ ستة وخمس سنة يخلي افريقيا تستضيف الانتر كونتر كوب او اللي هم سميها كأس العالم الاندية لأول مرة منذ ستة وخمس سنة اول مرة تبقى في مصر في افريقيا وبمشاركة نادي من افريقيا او من مصر بس هما اربع قدية طب ايه سر ان البطولة اربع فرق بس يعني احنا هنعرف ما فو دي بقى ستة يعني ستة او خمسة لان اسيا لو انش اصبحت مع اسرائية يعني في نفس المقود فهو مفروض خمس فرق بس تعرفت نتيجة اسيا فيه يعني صرف البرضو الصحية عشان بكوفيد وكده لسه برضو الامور مش اعلمه اه فطبعا امور يسام انه بيقدر يشاركوا بصفة طب ليه ليه مسامين البطولة انا برضو معلش ازوره يعني انا بفرصة حدك معايا ونتكلم بقى بكل حاجة ليه مسامين البطولة انتر كونتيننتل فيبا ليه ما اسمهاش زي بطولة كورت القدم وولد كوب فور تيمز ليه مش متسمي الاسم ده خاصة لانه جرى العرف حتى في البطولة الياد اسمه جلوبال يعني حاجة بتدي اندكيشن ان ده حاجة عالمية انما انتر كونتيننتل يعني ايه المسمى ده ايه اه لا هو يعني هو المسمى تعرف كل بطولة كل كل الاتحاد الدولي بقالي النفط في التسميات شوية لكن هو بسم انتر كونتيننتل القارة فعايز بقول ابطال القارات ابطال القارات زي احنا كنت بقول ابطال افريقيا وابطال الاندي الافريقية فهي دي هو ابطال القارات هم يعتبر بيشاركوا في البطولة دي نعم بطل اوروبا وبطل افريقيا وبطل اسيا وبطل امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية نعم طيب هنتكلم عن البال يمكن الناس مش فهم انظام البطولة وليه بيشارك فريق واحد وازاي بتوصل في الاخر ان انت تلعب الفاينل يعني احكينا ازاي البطل او بطل اي دولة بيقدر يتأهل لنهايات البال او الافريكان بسكتبول افريكان ليك ده الانديه طبعا بالضبط اه زي ما نترك بعد النجاحات على الانديه الافريقية الاخيرة دخلنا الشراكة مع الانبي اي فالانبي اي تجد شايفة ان فيه ست دول البسكت فيهم عالي وفيها شعبية ازاي؟ مصر، تونس، المغرب، السنغال، نانجيريا، انجولا وخلينا اقول لك يا كابتن يعني بحكم ان انا راجل اللعبت هما فير بالضبط يعني الستة دول دول دايما الناس لي ما بتحذرش يعني بصوا على التاريخ ودرسوا الوضع في افريقيا جيد اه ومن ناحية الشعبية كمان انجولا البسكت اللعبه الشعبية الأولى هاتك روحتي وشوفت بس برضو انجولا في الكرة النهاردة من دولة ومن دول برضو ليها لايش بس انت حاتك روحتي وشوفت يوم ما كنا بنلعب مع المنتخب انجولا كانت البلد كلها بتاخد اجازه اه طبعا 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 فهي هما اختاروا الست دول وقالك الست دول يخشوا دايما حيخشوا على النهائي في مرحلة بتتعب قبلها غير بطولة بنسمعها على تصريات او طريق الى BAL او طريق الى النهائيات ده بيبقى كل افريقيا بتلاعب يعني معادي في المنطقة الخامسة بروندي بيخشوا تنزانيا ورواندا طب الست أبطال او الست فريق وياخدوا من الايست والوست ياخدوا ستة كمان لا لا واحدة واحدة بشانت الشاهد الست دول يخشوا نهائي على طول ابطال مصر بطل مصر وتونس والمغرب والسنغال وناجيريا وانجولا بيخش على الفينال على الدول النهائي اللي هو بطولة ال BAL البطولة نفسها بقى اللي هي في نهايتها بياخد الكاس بالضبط التصفيات بقسمين افريقيا است ووست زي امريكا الشرق والغرب بالضبط بالضبط بنلعب مجموعات معينة في الايست بحيث ناخد احسن ثلاثة من الايست واحسن ثلاثة من الوست بيتضموا على الستة اللي فوق يبقى اتناشر ممتاز الاثناشر دول بتقسموا مجموعتين المفروض الوقتي ده اللي بيتحصى الوقتي يعني الاثناشر دول بيعابوا الفينال حيعابوا الفينال حيعابوا ال BAL اللي قبلها كان اسمها الروت بيل الطريق الى بيل تمام يعني يعني الفينال اتناشر فرقة بس زي السنة الفاتر مشوفنا فرواندا بس زي السنة الفاتر كانت حالة خاصة عشان نليز الكوفر فلعبنا كله في رواندا ما لعبوش خالص تصفيات مكانش في تصفيات المرة دي بإذن الله السنة دي هتبقى مجموعتين ستة وستة في مجموعة تبقى في السنغال في شهر مارس ستة ومجموعة تانية في مصر في شهر إبريق ست فرق هنا وست فرق هنا هاخد اول وتاني وتالت وأول وتاني وتالت هاخد اول تاني وتالت ورابع رابع particularly إلبريك باء دورهًا التمانية في الرواندا في تيجالي أرينا في شهر خمسة بساني يلعب الطوب إيت طيب سؤال دولنا عندك أربعة وعندك أربعة آه الربعة دولى هطلعوا يلعابوا دور التمانية في رواندا في شهر ما أيوم طيب التمانية دول هلِعابوا ازاي دي بص هي ريشك الأول اللعب ايران هتبقى ازاي ifications هو أربعة عب أربعة حيحصل يعني يعني بيستوف سري أو بيستوف لسه هيبان لسه هيبان الطريق لما هو هيطلق منه أربعة حيطلق أربعة أربعة عشان يلعب لإما هيلعب مجموعتين وياخد ويلعب سيني فاينل وفاينل لإما لسه ممكن يكون فيه احتمال هيلعب بطريقة الأول لعب الرابع لسه مش كالدني أيه لسه لسه يعني حنعرف خلال أيام بإذن الله النظام طبع البطولة بالكامير حيعلن والمجموعتين حيعلنوا حلو جدا هم الاثناشر فيه هتحددوا خلاص طب حلو لما بويندو هتتعمل في شهر أربعة تحت إشراف الـ MBA هنا في مصر إبريل ووحدة تانية في السنغال في مارس الـ East والوست وده نفس الفكر بتاع الـ MBA في أمريكا أنا الحقيقة بتكلم أنا كان نفسها الجلع بفعلي فعش ألعبها كفش كل ناتي موكو يبعوا أربعة مختلفين أنا بكلم بقولك يعني الواحد نفسه تفتح طيب الـ East والوست هتلعب في مارس هل يحق لو ويندو معمولة في السنغال بلاش نتكلم عن مصر عشان إيه الناس بتقولكش هنتكلم عن السنغال هل يحق بطل السنغال يلعب في التصفيق دي طب ما متأهل لا في الـ 6 اللي جايين دول لا هو يلعب فيها دي طب يلعب إزاي زي كان هو من البلد كده أنا يا كابتل السنغال حتتصدفها زي مصر حتصدف في البطول هلو حتصدفها ألعب ليه؟ مانا كده كده متأهل هو هو الوقت هنبدأ النهائي خلاص الدول الجاي ده يعتبر دول 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 ده الـ BAL دول الـ BAL اللي كان قبل كده تتصفيات التصفيات الماشي التصفيات اتلعبت اتلعبت وطلعنا 6 لعبوا مع 6 دول آه تمام بس كده عايق وضعنا ده الدول النهائي ده الدول النهائي آه بطل يعني كان فيه مطشط قبل دي بالضبط من شهر 10 إلى 12 دي طلعنا فيها 6 دوق 6 فرق تانين هيلعبوا الـ 6 اللي قلنا عليهم ممتاز جدا خلاص يبقى احنا كده فهمنا تمام وكده بدأنا البال من شهر إبريل شهر مارس 5 مارس إبريل مايو وبعد كده نروح بقى للت إنما انظام الجوه بقى ده لسه هيؤلم بعد كده هيؤلم أكيد على حسب طبعا الوضع الوبائي أكيد فيه أمور تانية كتيرة جدا طبعا طبعا هم ليهم بريكوشنز عية جدا ام بيه يعني المرة كانوا بداخلين العزل جامل جدا قبل البطولة اسبوع أو اسبوعين كان كامد جدا فهتشوف مرة دي هيكون الوضع إي لسه هيعلن كل حاجة دي خلال الأيام القادمة بإذن الله طب خليط لع الفاصل يا بشان الشام بس عايز أعرف إجابة بقى بعد الفاصل تخص عن الإدارة الـ MBA الـ MBA نفسه وكل مين إن هو يدير الموضوع ده مين اللي بيعمله طبعا تحت أو بيديره تحت إشراف الـ MBA بس خليط لع الفاصل أعزائي المشاهدين استنونا بعد الفاصل عندنا كلام كتير اللي بيحب كرة السلة النهاردة هيعرف أفريقيا رايحة فين في كرة السلة الموضوع رايح في دنيا تانية خالص خليط لع الفاصل واجهة أحداكو دي أهلا بحضركم جديد من كمين حوارنا مع المهندس هشام الحريري رئيس المنطقة الخامسة الأفريقية لكرة السلة وأيضا ناب رئيس الاتحاد الأفريقية مشبان الشام كنا نتكلم قبل الفاصل عن الـ MBA وكيف يدير هذا الدوري وهل ليه طموحات مستقبلا مع المنتخبات يعني هل هيكون فيه رعاية أو فيه حاجة ماشى بهذلك بالنسبة للمنتخبات بالنسبة لـ MBA هو طبعا اللي بيدير الـ B.E.L أو بسمه البال أو الباسكتبول أفريكا ليج MBA أفريكا MBA لها في كل قارة مكتب تحها MBA أفريكا مكانه في جوهانس بير جنوب أفريقيا وليه مكتب في السنغال وربنا يسهل بيدوروا على مكتب في الإيست وبإذن الله يكون مصر يمتك معنا بقى بإذن الله وفي مصر عاملة شغلة طبعا عالي جدا بعد الاصطفات الأخيرة دي بالذات فبتعي لي بإذن الله مصر يكون لها نصيب أن ممكن MBA يبقى مكتب MBA هنا في مصر وقت يبقى حكسة جدا وأكاديميات وكده فده اللي بيخلي MBA عينه في كل حتة وبيقيم كل دولة وبيقيم كل ما هم بيتابعه جدا يعني هوا ديس كانوا موجودين في مصر من يومينك وكان موجود رئيس الدوري كان في النادي الأهلي من يومين مستر أحمدو مستر أحمدو مستر أحمدو وكان أبدا في النادي تاني يعني هو بيتابع على طول يعني فيه ديريكتور تم تعيينه اللي هو مستر أحمدو هو المدير التنفيذي لل MBA في أفريقيا وأنا لاعرف أنه كان لعب سنغال ولعب منتخب سنغال وفي MBA كمان طبعا لعب كبير حتى أجادوا اختيار الشخصية لأنه لازم يكون من أفريقا نفسها بس ما بشغالين من الزمان على فكرة يعني هم بدأوا في جونس بيرك حوالي من عشر سنين كنا بشوف الكمبات اللي بتحصل بشكل أسر آآ بالضبط كان الموضوع كله متوقف على كمبات وكده يعني لكن الوقت بعد الشراكة معنا بدأ يتواجد الأندية الأفريقية بقى تحت هو تحت رعايته إحنا كالتحاد الأفريقية بقى هم المسؤولين عنها وإحنا المسؤولين عنها بس هم اللي بيديروا البطولة باسمهم بي إيل هو بيتابع المنتخبات ما عرفش خطته إيه بس أنا بتاري خطته بعد الأندية الأفريقية كان بيكلم معي للرجال بالزيد ممكن هتلاقي يبصوا على السيدات طيب ده كويش جدا بالضبط وده هيرفع برضو أستوى السيدات في أفريقيا وده حاجة مهمة جدا لنا كالتحاد أفريقيا بس لسه طبعا كان البروغرام ده كان محطوط ولكن لسه نتيجة الأحداث حصلت في عشرين عشرين وتكوفيد فتأخرت شوية دي الخطة هم بيحطوها إنه بقى في أفريقيا الاندية بالزيد تحت رعاعتهم دي بتحسن طبعا زي ما قلنا في الآخر المنتخبات الوطنية كلها لأن لما برضو المنتخبات الأفريقية لما تشارف كاس العائلة وتعمل نتائج كويسة أو في الأوليبيات زي نيجيريا زي تونس ده كده بيعنعكس على مستوى اللعبة في أفريقيا وعلى الشراكة مع الام بيئي طب طب بس ما انتش هام انت أكيد حضرت اجتماعات وورش عمل بخصوص استضافة مصر الحدثين كبار في السنة دي في مطلع السنة دي اللي هو طبعا في فبراير وإبريل أكيد سمعت التعليقات ظهروا المنشآت شافوا المنشآت المصري شافوا الصلاة المغطاة شافوا الانفرستركشور البنية التحتية في الدولة المصرية أكيد انتكلمت مع الناس دي والناس دي طبعا أمريكا وأوروبا وبتاع فإيه كان ننتباحه طبعا هو أول حدث الواحدة في يوم 11-13 كأس العالم الأندية ودي أول مرة يبقى مش في مصر بس في أفريقيا ممتاز لأن أفريقيا بدأ يحضر فيها نهضة في البنية الأساسية طبعا على رأسهم مصر الحمد لله يعني القيادة الأساسية والحكومة المصرية في ظل كأس العالم كان اليد يستغلوا أنهم عملوا صلاة جديدة على أعلى مستوى فضيع يعني تنافس جميع الصلاة العالمية ممتاز فعندنا نهاردة مجمع الصلاة حسن مصافة عندنا المجمع في برج العرب عندنا في العاصمة الإيديية الجديدة غير التجديدات الحاصل في مجمع الصلاة وكلها على أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية فده طبعا حطك في مصاف أنك أنت تريد تستضيف الأحداث العالمية مش أحداث أفريقية بس وعربية فأنت النهاردة تحديد دولي زي القرية السلة لا لكن هروح الكأس عاملو في مصر بالضبط وراح وجهوا عين الصلاة والإنبياء اللي اتنين جم إنبياء كان جم قبل الاتحاد الدولي وشافوا راحوا برج العرب وراحوا حسن مصطفى وراحوا العاصمة الإيديية الجديدة وشافوا كل الصلاة وعينه وقالوا طبعا يعني إحنا عندنا بنية أساسية النهاردة في الرياضة تؤهلنا لإستضافة ألا شايف كمان اللمبيات ودي حاجة كويسة جيدة لو فكرنا فيها لإنسان مدينة اللمبيات لا تفتح في العاصمة الإيديية بالضبط يعني أنا بقولك إحنا في العاصمة الإيديية الجديدة والمنشآت الموجودة النهاردة فأنت عندك بنية تحتية تعرف الرياضة من غير بنية تحتية صعبة صعبة مع الحاجة الجديدة اللي بقت كويسة عندنا في مصر وبتتحسن أكتر أكتر ودي بتهم دايماً أي دولة بتهم أي تحاد دولي الطرق طول ما فيه فاسية التي تستطيع توصل للملعب بسرعة في إخلال من 15 إلى 30 دقيقة من أقرى فندو أو كذا بتفكر جداً يعني النقطة النقطة مش الملعب بس كلامك ده بشكرني بإيه فاكر لما قدمنا كاس علم كورة القدم كان أول ملاحظة ليهم الطرق بالضبط إن أنا إزاي أكسس للملعب وارجع كجمهور بالضبط وكان دي كلامك صح فاضل بالضبط يعني النقطة نتفق بفاكرة الموضوع ملعب بس لا الموضوع مش ملعب خالص أساسي الملعب إن يكون عادك ملعب مستوى عالي في بريس كونفرنس في غرفة لمناشطات في علاج في كل حاجة كذا قاعق تسخين كله لكن بتبصوا على الطرق الطرق المؤدية الدخول والخروج فيه سيفتي في الدخول والخروج بتاعت الجماهير أو لا النقطة نتاني ببص عليها الويتلات حاجة تانية ببص عليها المستشفيات وقارة مستشفيات والنظام الصحي فهذه البلد إيه الدخول والخروج في هذه البلد في بروكوشن ما فيش بروكوشن المطارات المطارات دي لازم دي حاجة أسية فالنقطة يعني إحنا النهاردة الحمد لله في ظل التطور اللي بيحصل في بلدنا في المطارات في الطرق في الفنادق في المستشفيات والنظام الصحي والنظام العملناه في الكورونا ومقاومة الكورونا خلت كاس العالم يدي كل ناس بصت وكل ناس شافت وبعدين نجحات تانية في بطولات تانية حصلت وراها بقى حوالي عشرين بطولة حصلوا سنة بالظبط عشان كده النهاردة تحت دولة ما جاء حتى بكلم معهم بلومنا هنلعب بالبطولة دي بتاعة كاس العام بابل بص يعني هتبقى قريبة للبابل بس يعني مفيش ألأ مفيش خوف يعني هيدون هايزيقولها حتى هما أنا كنت معاهم يعني في حفزة قرعة يعني بدأت وفاجأ الأجاني بدأوا يلعوا الاتكمامة يعني وقت بالك ازاي بصضعف حتى هوا وحتى نظيفها وكده بس أنا عايز أقول إن كل من المستساوى الدولة يعني بنية تحتية كدولة برضو انترنت وسرعات الانترنت دي مهمة جدا 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 المركز الصحفي والإعلامي عايز يعني 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 التطور في كل المجالات مش مجال واحد بس طرق والتكنولوجيا وإنترنت وصح وكل حاجة الميديا والقنوات اللي بتغطي والكلام ده كله حاجة مهمة جدا بالنسبة يعني يعني عشان الشام انت كلامك بصراحة يعني اداني حالة من التفاؤل الكبير وده لأنا كنت شايفه وانا لما سمع من حضرتك يعني كراجل كادر إداري ممثل لمصر في المنظمات الأفريقية سواء الاتحاد الأفريقي وكمان أيضا على التصال بالتحاد دولي لما تقول الكلام ده وتل يعني انتباع الناس اللي جات زارت والكيادات في الاتحادات اللي كون يزاروا عن مصر لا ده يخلينا نروح بطموحاتنا المكان أبعد نروح بطموحاتنا لتصدافت فعلا كأس العالم كورتسالة هنا في مصر وليه لا بالزبط في دول أفريقية سبعتنا في داكت تالي لا لا احنا استضافنا 2017 تحت 19 سنة للشباب تحصل 13 سنة وكان الحمد عبدالله عبدالله علي جدا في مجمع الصلاة هلنا صلاة واحد صلاتين وإحنا نطاور كنا أول دورة تصديق بطولة زي داكت يا بطولة هل هي بعد التطاور بعد التطاور التانية بعد بطولة كبيرة والتحاد المنصر عمل فيها إنجاز خويس جدا في التنظيم ولكن كمان النهار ده الوضع بتاعة البلد بقى أحسب كتير من 2017 ينزل بقى قولك كان عندنا مجمع الصلاة دا بس دلوقتي تفرج النهار ده يعني إنت عندك أكتر صل عجبتني مختروها يا كد حسن مصطفى العصير الجديدة برضو عجباهم وإزاي برج العرب برضو عمساب علي جدا لأ يعني فيه حكتر مجمع الصلاة طبعا انتر كونتنينتا فيه بقى هتتعامل فيه مجمع حسن مصطفى بزر مجمع دكتور حسن مصطفى بزر طيب الارضية الارضية دي مش معتمدة متى حط دولة باركي باركي إزاي لأ هو هو مفروض التريفلكس ده تحت اه وأنا معلوماتي أنه ممكن التريفلكس يتفك ويتحط والبركيه موجود لديه موجود في مجمع الصلاة البركيه تعمل البركيه تتعامل و سيبد يعني Perchéتتا تحت التريفلكس ولا هجياب الحسن ممتاز بينما معرفش بقى هم إنه عامله هل هم حي فكوا تريفليكس ويبقى رولاتو يرجع تاني وده اللي مفروض يحصل. هل ده متاع. اليما عندنا ملعب احنا كنا في كاس العالم الفين سبعتاشر اللي هو بنسميه موبايل باركي بيتركب في سبع ساعات. اه بيتجمع زي اللي بنشوفه في التحدي السلة بيحطه في الفينالز بتاع تاني. هو ده ما هو ده. احنا عندنا كنا في كاس العالم سبعتاشر السنة كنا جيبنا تلات ملعب. تلات ملعب دول موجودين. في واحد منهم النهاردة موجود في صلاة شباب والرياضة. ستة اكتوبر من العلية. في بقى الهوى الكبير بتاع صلاة واحد. فده ممكن يستخدموه في صلاة حسن مصطفى. لو ما كنوش هيفوكوا الترفليكس اللي فوق ويتجاب ويتحط على طول. فعندك وده وده برضو بالحقيقة الميزات الكويسة. انت عندك كزا اوشن. نعم. بلان اي و بلان بي. طب خليني اروح معادك في حاجة كويسة عملها الان باي السنة اللي فاتت في بطولة البال. انه سمح لكل الميديا وكل القنوات تزيع. يعني ما ازا ما بتقوله ما ايه هو هدف و رجاي اله عايز ينشر اللعبة. بالضبط. فهو مش باصص ان انا اخد منك كام. لا انا ده بالعكس ده رجاي ساعدك. بالضبط. فهو سمح لكل القنوات وسمعت ان فيه 8 او 9 قنوات نقل له البطولة. بالضبط. 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 اه هو كان هدفه اول سيزون وظل الكورونا وحب عدد الجمهين قليلة. فطبعا راح ادى حق اللي زيعل كزا اه او نحق النقل كزا قناة. في كزا دولة اللي هي في افريقيا بالزياد علشان الناس يتابع البطولة. اه وفي اروبة برضو نفس الموضوع. علشان طبعا دي كل ده تدي شعبية البطولة اكتر ما يمكن. فاول سنة. وزا وانت لك وهو بيجي كل شوية مصر بيبص بيتابع الملاعب ويتابع الشعبية واللي بيحصل في الدورة. كل ده مهم جدا عندهم تبقى مؤشرات. احنا رايحين ده فيه. نعم طب قول لي يا كابتن على مستوى الناشئين. على مستوى الناشئين. طبعا انت اسعد واحد دلوقتي ان المصر دخلت كرئيس منطقة الخامسة افريقية. اسعد واحد النشاطات عندك في المنطقة على طول. ارواندة. مصر. كينيا. فطول ما فيه نشاط عندك في الزوم فايف انت راجل سعيد جدا. طبعا. طي. لا اخشت باحدك بقى. على مستوى الناشئين. وده موضوع مهم جدا. لان الحقيقة انت مش هتقدر يعني تنشر اللعبة او تزود العدد. الا ما تشتغل على الناشئين يمكن من 16 سنة وطالة. هل فيه بلان كالتحاد افريقيا انه يطور شوية في المنظومة دي. اولا هنبقى نفس الوضع بطولة افريقيا الناشئين بطولة افريقيا للشباب. يعني الو بس هو طبعا. هو بطولة افريقيا طبعا. تعرف مهمة جدا. للناشئين او الناشئات. عشان يتبقى مؤهلة كاس العالم للشباب والناشئين. فلا بد من عمل بطولة افريقيا. بس النهاردة احنا بديعمل بطولة في كل زون. ممتاز. بديبقى مؤهلة كده. وانا ده عملت في المنطقة الخامسة عندي. المصر دائما بتتأهل. عشان هي بتبقى لها دائما مركز اول او تاني. فانا بعمل بطولة كل سنة 18 سنة او 16 سنة على حسب. واللي بيكسب عندي نادي ا فريق او فريقين بيتأهلوا يخشوا بطولة افريقيا. يعني خلاص ما عادش زمان بقى اللي يروح يروح مرة واحدة. لا. لا. لازم نعطي في المنتخب الكبير. فالنهاردة بيبقى للمشارك عندي رواندا اوغاندا. وده هل حاولت تعميله. وانا لازم ارعب الناشئين. وهو ده اللي افرز عندي كل ما بتحفظ على المسابقات بتاحتك. كل ما بقى المستوى بيعلى. والشعبية بتعلى في الدولة. لان الحكومة حتى بيبقى اي دولة في المنطقة. انا مره في ب بطولة في بلد معين في افريقيا عندي تنزانيا. لا. وزيش باب الرياضة ممكن بيجي احضر النهائي بتاع المنطقة. ويتفرج على رواندا مع تنزانيا مع بروندي مع اسيوبيا مع كينيا. كل ده بيدي شعبية اكتر للعبة. فالدول بتبدأ تهتم بكرة السلة. اللي ما عندوه الصالة بيعمل صالة. واللو عندو الصالة بيعمل صالة اكبر. ونهاردة احنا شوفنا رواندا عمل الصالة كيجري قلينا على اعلى مستوى كبير جدا جدا جدا. وده بيخالينا برضو ازنا اتق في كاس عالم. انا نشايف ممكن. يعني احنا عندنا اقل في المنطقة بتاعتنا الافريقية الخمسة. عندنا مصر عندنا بنية تحتية كويسة جدا. عندنا النهاردة رواندا اصبح عندها مصطلعة واحدة. وفيها صالة تانية كمان القديمة بتتجدد. حتى يبقى اعلى مستوى. فهيبقى عندو برضو بنية تحتية كويسة جدا. يعني ممكن مجموعة في مصر ومجموعة في مصر. يعني يقدر مقدر نعمل بطولة في كاس عالم مصر تونس رواندا. ممكن اوي. فالنهاردة بقاش عندك يعني في اف اذن الله اللي حنشوفه مع انتحاد الدولي. لا احنا خلاص قاربين جدا نعمل حاجز دية. منا مش دية. وفيه في افراقيا ومصر لما بتاع لا افراقيا كلها بتاعها. وغصدا انتحاد الدولي قسم البطولة اللي هي كاس عالم جاية ع 20-29 بين تلات دول. اندونيسيا اللي بين الفلبين. نعم. طيب خلينا نتكلم اكتر بتفصيلا شوية ممكن عن المنتخب واستعدادات ومجموعة منتخب مصر القوية. بس بعد الفاصل بشاند شام. عزيزي المشاهدين نطلع لفاصل سريع. يعني يعني نكمل كلامنا مع المهندس شام الحريري. ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم الجديد. مكملين حوارنا مع المهندس شام الحريري. نائب رئيس الاتحاد الأفريقية كورت السلة. ورئيس المنطقة الخامسة الافريقية بشاند شام. مصر وقعت في مجموعة جمدة في تصفيات كأس العالم. او الويندو الاول. ان شاء الله اللي هتلاعب في شهر فبراير في السنغال. وتوقعتك. والمجموعة مين؟ وبعد ما نخلص ان شاء الله ونتأهل من هذه المجموعة هنرد على مين؟ طبعا الويندووس الجيه دي من يوم ستة عشرين y España 28 في السنغال في دكار. في الصالة بتاعتهم الجديدة كبيرة جدا. مما في السلغال؟ في السلغال. ده سoi 805 شرقائق. دي له م زرًا ما قددوها هذا الحزة طانية beneficى؟ لا هذا حادة جديدة خالص. مما في السلغال، نفسي شايف مجموعة مما في السلغل سينارة المائن súper مصر السنغال ، السلغال. ارد سي كونغود ام cokeا بناظ كينيا المشاهد يعرف السنغال طيب الكونغو الديمقراطية فريق مساهل خالص عمل نتيجة كويسة جدا في تصفات كاس العالم اللي فاتت هو بطل الأفرو كان مش الأفرو باسكت عمل مصابس جدا برضه في البطولة الأخيرة لعبناها مريب احنا لعبناها في تصفات كاس العالم عندنا في ملعبنا وهم في 2017 وللأسف خسرنا منهم في ملعبنا ايه ده؟ ده بقت فرق قوية لأ فرق قوية انهم طبعا عندهم لعيبة بتلعب كثير جدا في فرنسا وبييجوا مع المنتخب اه بيجوا مع المنتخب احنا عامين ويندو اتحاد الدولي عامل ويندو عشان بيوقف الدوليات كلها في أوروبا وامريكا في الوقت دوت عشان المنتخب اللي عنده استعين لعبتها زي كرة يعني او شبه كرة لازم استعين باللعيبة تحت اللي بره فطبعا في الكل في تصفات كاس العالم بالزيت فكل بيستعين باللعيب طولي بره فمجموعة اه 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 اخر مبارا لنا احنا لم نوفق قدامهم هنا في مجمع الصلاة 2017 ملعبنا همش تاني تراب هم شخص هم في الافرو باسكت في الافرو باسكت كانوا مجموعة قوية جدا اه كانوا معهم انجولا وراس الاخضر ورواندا وقدروا يكسبوا لو دي كات مجموعة متسابة الاخر مطش اه بالزبط هم قدروا يكسبوا الراس الاخضر ويعني لو كانوا يكسبوا انجولا وتلقوا مع انجولا باين باسكت اه حاول زيكت ومع رواندا صحاب الملعب صحاب الملعب فهم يعني هم كسبوا مطش وكسبوا مطشين بس مجموعاتهم كان صعبة جدا كل مطشاتهم كان فرق بونت وبونتين بونت ومش فرقيتهم كاملة تعتبر كان في الافرو باسكت اللي هتيجي طمام في في السنغير هتبقى فرقة كاملة محترفين من فرنسا فانا شايف مطش ده يبقى صعب جدا الفرقة الثالثة كينيا طبعا كينيا هي كانت عملت مفاجئات كبيرة جدا في التصفيات الافريقية ادروا يكسبوا انجولا كينيا كينيا كسب انجولا ودي كانت مفاجئة كبيرة جدا كينيا ادروا تتأهل الافرو باسكت بعد 28 سنة فكينيا رجع بقول اخر مطش لينا معهم ايه اخر مطش لينا كان الاسف مع في التصفيات المعطية الخامسة في 2017 ولم نوافق برضو قدامهم كان المصر اغلدا كينيا كانت طلع قبلنا في البطرة اخيرة يعني ترتبها الرنك احسن منها بالضبط يعني احنا على ما ظن كنا المركز 11 هما كانوا مركز العاشر قبلنا اول التاسع يعني تقريبا المستوى متقارب بس برضو هما كانوا جايين بفرقتهم الكاملة في الافرو باسكت طيب طيب مجموعة تبقى صعبة مستهلة اتمنى احنا طبعا بمناسبة حداك معنا على الفلستوديو احنا طبعا بنرحب بمستر انيبال مناف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة اهلا بك على شاشة قناة النادي الاهلي افنا نعم مساء الخير مستر انيبال يعني في البداية احب اعرف شعور حضرتك رئيس الاتحاد الافريقي وفي حدثين كبار بينظموا في افريقيا النهاردة يمكن اول مرة بيتنظم كأس العالم الاندية في افريقيا والبال تصفيات البال الافريقي كمان بتعمل في مصر يعني اكيد عايزين نعرف شعورك اعتقد اعتقد ان هذا شيء جيد للغاية بالنسبة لافريقيا خاصة وانه هائل بالنسبة لمصر كما تعرف نحن ما زلنا في وسط الجائحة جائحة كوفيد 19 وبتحديدا نحن نحاول ان نقيم ونحن نعاني من الكثير من المتحورات كما تعرف وهو ليس بالامر السهل تنظيم انشطة وتنظيم مباريات ومنافسات وايضا المشاركة في المنافسات في ظل الجائحة وعندما يكون لدينا دول تستطيع ان تنظم هذه الانشطة خاصة في افريقيا يجب علينا ان نكون فخورون للغاية وفخورين للغاية ولكن على الجانب الاخر هذا تحدي كبير بالنسبة لنا جميعا لان ما نريده هو ان مصر تستضيف هذه البطولة وان تكون ناجحة في مصر وفي النهاية هذا ما نريده جميعا بالتأكيد وكما قلت قبل نحن سعداء وفخورين ان هذه المنافسة ستتم هذه البطولة ستنظم في مصر ونعرف ان مصر لديها منشآت كثيرة فيما يتعلق بالملاعب بالفنادق ولديها ايضا خبرة كبيرة فيما يتعلق بتنظيم الانشطة الرياضية ونحن نعتقد ونؤمن ان البطولة ستكون ناجحة للغاية في مصر وان مصر ستمثل افريقيا بصورة جيدة للغاية طبعا يعني ان شاء الله تبقى البطولة على القدر بإذن الله اللي يتوقعوا توقعات اتحاد الافريقي طبعا واجي لحددك فيه امر مهم وهي بطولة الاندية او البال باسكتبول افريكا ليج امتى هيتم الاعلان عن المجموعات ونظام المسابقة يمكن الشكل العام للمسابقة في بعض الامور لم تتضدح بعد امتى ان شاء الله سيعني الاتحاد الافريقي او ال ام بي ايه بالاتفاق طبعا مع ال ام بيه عن نظام البطولة وموعيد المباريات وكيفية التأهل نعم سيتم الاعلان بضعة ايام قبل البطولة كأس العالم وكأس العالم سيبدأ في الحدي عشر من فبراير في القاهرة وفي الثامن من فبراير سيتم الاعلان الاعلان عن البطولة ستكون هناك بطولة في دكار وسنقوم بالاعلان عن الفرق وايضا في الوقت نفسه سيتم القرعة وسيتم التعرف على الفرق المشاركة سيكون لدينا هذه المعلومات في القريب العاجل وفي نفس الوقت سنعرف من سيلعب بالتحديد في القاهرة ومن سيلعب ايضا في دكار مستر الابال هل معروف مكان القرعة يعني في اي مكان ستقام قرعة البال يوم 8 فبراير ان شاء الله نعم في الثامن مئة فبراير نعم فين هتقام فين يعني هل هتقام في مقر الان بي اي او على افريقيا يعني ستقام فين القرعة القرعة ستكون في دكار في السنغال ممتاز ان شاء الله يعني 8 فبراير سيتم معرفة نظام البطولة جيدا ياخدني لسؤال اخر هل طبعا زبا حدك شفت النجاح الباهر طبعا في هذه البطولة وكان شراكة طبعا مع الان باي شراكة ناجحة حتى الان وافريقيا اصبحت متابعة هذه البطولة بشكل جيد هل فيه مخطط في المستقبل لزيادة عدد الفرق المشاركة من الدول خاصة اللي فيها باسكتبول متطور زي مصر مثلا هل فيه احتمال في القريب ان نزود عدد الفرق المشاركة في بطولة البال اذا كما تعلم نحن كان لدينا كان لدينا النسخة الاولى في العام الماضي في ظل ظروف صعبة للغاية كما تعلم بسبب كوفيد 19 وتعلم جيدا ان في العام الماضي لم نستطع اللعب كما كنا نريد وكما كان مخطط وايضا هذا العام نحن ما زلنا في هذه الاشكالية اشكالية كوفيد 19 لهذا هذه المنافسات لن يتم خوضها كما كنا نخطط خطاتنا كانت ان يكون لدينا مجموعتين كل مجموعة ستة فرق وكل مجموعة يجب ان تلعب في هذه البطولة في ثلاث دول مختلفة وايضا بالاضافة الى النهائي لان وبسبب كوفيد 19 اضطررنا الى تقليص عدد الدول التي سيتم اللعب فيها هذا يعني ان الان اولوياتنا تصب في ان نلعب بطريقة يمكن ان تمكننا كما كنا نخطط في السابق كما خططت وبعد ذلك سنحاول ونفكر في كيفية او كم عدد الفرق اذا كنا سنزيد من عدد الفرق ام لا او اذا كانت ستكون هناك طريقة اخرى ام لا في هذه التوقيت ليس من اولوياتنا ان نفكر في زيادة عدد الفرق ولكن اولوياتنا الان في هذه المرحلة هو ان نلعب اكبر عدد من المباريات كما خططنا هذه اولوياتنا في المرحلة الراهنة اما فيما يتعلق بعدد الفرق سنناقشها فيما بعد نعلم حجم التحديات اللي بيواجهها الاتحاد الافريقي لكرة السلة طبعا عشان يستطيع اقامة البطولات في زر لطبعا جائحة كورونا واكيد طبعا ضعف الامكانيات في بعض المناطف طبعا نعلم قدر المسئولية الملقاة على عاطق حضراتكم ولكن خلينا نروح لسؤال تاني يمكن المنطقة الخامسة وأنا أشرف باستضافة المهندس شامل حرير رئيس المنطقة الخامسة الحقيقة يعني تم تأهل خمس فرق من المنطقة الخامسة لبطولة افريقيا الماضية وأيضا تأهل خمس فرق من المنطقة الخامسة الافريقية لتصفيات كأس العالم ومشارك التلات اندية في البال الافريقي من المنطقة الخامسة هل يرى هذا نجاحا في حد ذاته أن كان دائما كرة السلة مركزة في غرب افريقيا الآن شرق افريقيا بتشهد يعني نهضة في كرة السلة هل هذا الامر يصب في مصلحة كرة السلة في افريقيا يمكن معلش الخط قطع مع مستر انيبال يعني كنا نتمنى ان شاء الله ناخد منه بعض المعلومات المهمة هنحاول نرجع له تاني يعني بتالي بشان الشام يعني كلام يعني كلام فجأت يا كفتان هايسي لا طبعا مستر انيبال من الناس المتحرك مستر انيبال يعني من الشخصيات الجميلة ويعني في عصره الحمد لله في انجزاك كرة جدا في حد افريقي وهو شخصية نشيدة جدا 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 وأفكاره كويسة جدا جدا وواضح من كلامه انه مرتب وواضح انه قال انه بينتظر تحسن وضع كوفين 19 عشان يقدر يزود اعداد البال واضح انه فيه يعني تنصيق عالي ما بينه وبين الان بي ايه لانه فيه البعض بيقول انه ممكن يكون الان بي ايه ما فيش تنصيق بينه بتحدي افريقي وده امر مش صحيح لا 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 هي فيه لجنة لجنة دي من الان بي ايه مع الاتحاد افريقي برئاسة مثل انيبال مناف وهم اللي بيحطوا الخطة مع بعض في كل سنة يكون ظروف ايه انا شايفي استنادي بعد ما هنلعب مجموعتين مرة في مصر ومرة في سنغال طبقا للاغبال على المباريات وطبقا للنقل وكم ده كله ممكن يحصل تفكير بالمتابعة انهم يزودوا لو الامور تحسنت خاصة في موضوع الجايح لكن لسه زي ما هو قالك هدفنا نلعب البطولة بس بعد ما نلعب بيحصل بقى تقييم تقييم احنا فين؟ خاصة برضو خلي بالك بشان الشام خليها تكلم بكل امانة في ضعف امكانيات يعني انت انت بتكلم في دول افريقية بتعاني من ضعف الامكانيات واني سفر تسافر منها وتشارك بشكل يعني سهل رحلات طيران البركوشنز بتعمل في الكوفيد 19 يعني برضو في ضعف امكانيات فطبعا اكيد اتحد افريقي بيعاني من ده بيعاني في المرحلة الاولية اللي هي الروت لكن مرحلة الاخيرة اللي هي بقى البيئة اللي نفسه هو البيئة اللي متولي كل حاجة نعم فشان كده كل دول بتقاتل بتقاتل انها تخش بس حتى لو هو متكفل بكل الشيء فيها حاجة ما يدرش تكفل فيها يعني مثلا رحلات الطيران ممكن تبقى في دول مفيش طيران اه هو بيعمل يعني بعض شركات الطيران كسبونسورشيب تبقى معايا بيقدر يوصل الناس كلها الاماكن بتاعتها طيب بشان الشام يعني برضو احنا نرجع لمجموعتنا مجموعة منتخب مصر احنا قلنا كونغو الديمقراطية فريق صعب جدا وفريق قوي ولازم نستعدله كويس عندنا كينيا كذلك سنغال مش محتاجة تكلم عنها سنغال طلعت يعني طلعت التالت في البطولة الاخيرة والرنك بتاعها افراتي بس خليني خليني عشان عايزة اكلم براحتي بس خلاتها تفاصل بعد يزنك عايزة المشاهدين خلني اطلع الافراتي ونجع نكمل كلامنا عن افراتي وكرة السلة ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد من كمين حوارنا مع المهندس شام الحريري رئيس المنطقة الخمسة الافريقية وايضا ناب رئيس اتحاد الافريقية الكوريت السلة بشان الشام كنا بنتكلم عن تصفيات كأس العالم من المنتخب مصر وهو ده طبعا اقصى او يعني اكبر امنينا وطموحاتنا وتأهل كأس العالم مجموعتنا مصر السنغال كونغو الديموقراطية وايضا كينيا في حال التأهلنا كم فرقة بتتأهل اول تلاتة هيتأهلوا لدور التاني يلعبوا التلاتة الاوائل في مجموعة اللي هي فيها تونس الكاميرون رواندا جنوب السودان طب خلينا اتكلم مع حضرتك التلاتة اللي هيتأهلوا من المجموعة هيتأهل بالنقاط بالنقاط يعني انا مهمة جام يعني مش هيتأهل بس ده نتأهلوا معايا نقاط يعني انا لازم في البطولة بإنزلها في الويندور اوناي دي يعني احاول اكسب التلات مصرات هتكتف كثير جدا اه هتكتف كثير جدا تاخد ست نقط على طول اتعدي بيهم اكسب السنغال في السنغال صعبة ولا انت عارف كله ممكن بس كتبول بس كتبول انت عارف مالهاش ممكن ايه مكسبنا بره مرعبنا بالعكس اطل نجوه مرعبنا ايه صحيح يعني في اثار ظروف لازم تكسب نطوشين من التالتة تاخد اربع نقاط تاخد خمسة ما الهزيمة بيقول اه تاخد خمسة صح الهزيمة فانت كده تفرق معاك قوي لكن انت في الويندور اللي بعد كده سواء كانت في مصر او في بلد تانية تكسب تاني موس خلي بلك اجربت وحالتك هتأيدني في المقايب انه المكسب اللي انا حققته ما بيقاش على حساب الفرقة اللي خرجت يعني المنافس بتاعي يعني لازم اكسب مثلا مثلا مصر اه 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 اتأهلت هي والسنغال مثلا سيكون لقونا ديمقراطية لازم اكسب يكون لقونا ديمقراطية يعني مش هتأهل تالت لأ اتأهل بان انا كسب يعني اتأهل تاني مش هتأهل تالت اه كل ما تقول لازم ثالث هتبقى الأمور صعبة لا أمور صعبة جدا الثاني زي مرة اللي فاتت عم عندك أمل كويس قوي حلو الويندو الثانية فين الويندو الثانية لسه مصر طلبها على ما أظن شهر الستة هم اتنين ويندو بس ويندو وشناخد تلاتة يعني ممكن تروح يكون غوم لا هي هتبقى لمصر لتونس لمصر لتونس يعني ممكن واحدة بره المجموعاتين بلعبوا المجموعاتين دول بلعبوا حتى واحدة يعني المجموعاتين هلعبوا في دكار آآ المجموعاتين اللي عبوا في حقا فالويندو اللي جاء بعد كده ممكن تبقى واحدة من التمانية دولة من التمانية يعني غالبا أنا شايفة تبقى لمصر لتونس يعني أو ممكن كينيا يعني نقول مصر لتونس عشان عندهم منشاة كويسة وممكن لتكاميرون ممكن لتكاميرون بالضبط بس هو مصر لتونس هتبقى أكبر مرشحين أكيد لها طيب إحنا هنطلع على المجموعة اللي فيها تونس الكاميرون رواندا جنوب السودان طب ناخد المجموعة قد ندرسها تونس طبعا بطل أفريقيا عندهم لعيبة شباب كويسين طلعين جودات غير الأدام صالح ماجر لا غير طبعا أدام ومكرا ومكرا فطبعا تونس قوي جدا الكاميرون الفرقى مستهلة برضو إحنا أخر مغاردين مع كاميرون في تطبيق السعالة من الفاتت برضو أسف لا منوفق بس بإذن الله يكون المرة دي التوفيق معنا بإذن الله لأكتر من المرة فاتت وأنا شايفه انتخب المصري بقى فيه عناصر جديدة الكاميرون الرنكي مدرب جديد كاميرون وسط فاينال بطول الفاتت صح لا في أفرو باسكت أفرو باسكت عندها مشكلة كوفيد فطلعوا بالضبط طلعوا من بره بدي جدا عملوا مشكلة كبيرة ساعتها ودايقوا جدا وكانوا رايحين أصلا هم رايحين نفسي نفسه بالضبط بالضبط فالكاميرون من فرق قوية جدا ولكن برضو الكاميرون ترفع اللي عندها لعيبة بتلعب بره بفرنسا كتير برضو بيجوا على البطولات طب انتعرف كاس العالم أمل كل لعيب أمل كل دولة ده أكيد طبعا ولكن أمل كل لعيب ان يمثل بلده في كاس العالم تمام فده بيبقى فيه كل بيجي المنشاط دي طب رواندا أخبرنا معها إيه رواندا فريق صاعد عملوا مشكلة كويسة في الأفرو باسكت أتمنى وأتمنى أنهم يكونوا أحسن وأحسن طبعا طبعا وممكن نلعب البطولة الجاي والويندو جاي ممكن في رواندا ما نبقول لك عشان كده ممكن كده ممكن رواندا ممكن دوليس ممكن مصر عندهم صلاة كويسة ودائما التحاد الأفريقي بيحب يروح رواندا لأنها شايفة طفرة زي مصر طب خليني أتكلم برضو عن جنوب السودان جنوب السودان عمل فرقة كويسة وفيه مجنسين كتير يعني فيه لعيبة مش مجنسين هم عمل جنوب السودان قصة مثل تعرفت نتيجة أحوال الجنسات فكل لعيبة تلعب برة كانت فعهم جنسات أخرى فعهم جنسات أخرى يعني لكنهم محتفظين بالجنسات بتاعيتهم جنوب السودان فجنوب السودان عمل تلعى السابع في المطولة اللي فاتت السابع في الأفرو باسكت فده رقم خطير يعني يعني مرعب يعني فرقة تشارك وتريح أول مرة أول مرة تشارك في الأفرو باسكت بس فيه مشوات لعيبة كويسة جدا أه وكانوا يعني أنا شايفهم حيالوا أكتر وأكتر لأنه طبعا تعرف رئيس التحاد بتاعهم اللي هو دعيمهم لول دينك بطل MBA فهو طبعا في جنوب السودان أه رئيس التحاد السودان وهو وراهم على طول فطبعا كل الدعم يبقى ليهم بشكل احترافي طبعا شكل احترافي بالضبط فأتمنى أنه هما يقدر يعملوا حكوهي ساي ما عاملوا في الأفرو باسكت حكون سعيد يعني لو مصر ورواندا وجنوب السودان وكينيا تحب تنجح انت في كل الهامة هما طبعا كان من مصر يعني هما أكيد الأفرو باسكت فاديتهم أبضت فاكس العالم وأكيد حيصلحوا أخطائهم فأتمنى هيكون صحيح طيب خليني أتكلم محضرتك عن طبعا مجموعة اللي هنطلعها وإذا طبيعي يبقى تونس بشكل كبير أول بس خلينا نروح لكسة المجنس اللاعب المجنس التحاد الدولي سمح لكل منتخب دولة أنه يلعب بلاعب واحد جنسية أخرى وشوفنا ده كان كي بوينت أو كي بلاير في في الأفرو باسكت في الأفرو باسكت اللي فات هل ده يعني قابل للتطبيق في مصر وهل مصر تقدر تستفاد بالموضوع ده ولا إحنا مثلا في اتجاهين في اتجاه بيقولك أن إحنا دولة دولة المية وعشر مليون وإحنا نستطيع وعندنا كوادر ولعيبة بره كتير جدا ولعيبة في الجماعات وفيه الناس بتقولك لأ يعني إحنا نقدر نجيب لعب مجنس شايف الموضوع ده هل ده في مصرح كورة السالة أو لا بس أريد أن أقولك على حاجة هو يعني إحنا النهاردة عندنا لعيبة محترفة في الدولة بتاعنا لازم يحصل دراسة وشوف اللعيب المجنس حيفدني ولا وش حيفدني حيجي فعني مركز صحيح دي نقطة ما يجيز ده المركز سأل لو أنا عندي مركز فيه نقص وأقدر أجيب واحد فيه مجنس سوبر أكيد حفر معي لكن لو أنا عندي مركز فيه كذا بوزيشن من لعيب مصري هلينفع أجيب فيه واحد مجنس أوه سوى عالي زي اللعيب بتاع تونس أو اللعيب اللي كان مع كوندفور اللعب النهائي بتاع أفرو باسكت هيقدر يفدني مش يجي سد مكان خانة بس كمان يعني لأ لازم يجي يكسبني وده كان كوندفور مفاجأة في المفاجأة بطولة أفرو باسكت لعبت النهائي مع تونس محترف بتاعه أبيضاني آه خالص يعني هو أنا فكيت يوم طبعا أصحاب بشر سمرار بالضبط آه وبعد كده فهي نقطة فأنا متخيل نتحد المصري لا بيدرسوا هزا القصة وتحت الدراسة آه وطبع أنا متوقف على مدير الفني الجديد اللي حيجي وحيداروا يسفيدوا منه إمتين طعم وهي خلي بالحضرك أنه أنه أنت دلوقتي المضوع بقى منافسة شرسة جدا ترى عندك خمس فرق هيتأهلوا كأس العالم طب خلينا نقول أنت عندك بيت مجموعة هيطلع منها اثنين ستة وستة بعد كده ستة وستة هيطلع منهم أول وثاني صح بقى مجموعة واحدة بقى مجموعة واحدة بقى مجموعة واحدة هناخد من الستة دول الأول والثاني والأول والثاني من المجموعة دي دي هيتطلق استعالها مضايقت على طول طب خليني بس أروح مدخلة مهمة جدا لأن طبعا محتاجين نتكلم أكتر عن النشاط اللي بيحصل في أفريقيا معانا المهندس أحمد عوضالة مستشار رئيس دوري أفريقيا البال لكرة السلة أهلا بيك يا بشمهندس أحمد مهندس أحمد عوضالة معايا أهلا بيك يا بشمهندس أحمد أهلا بيك يمكن بنشكرك على وجودك معنا حددك مستشار مستر أحمد ومامدور رئيس البال أو بطولة بسكتبول أفريقان ليج يعني أكيد أنت أسعد واحد دلوقتي للنجاح اللي أنت شايفه في أفريقيا للبال يكلمني عن بداية الشراكة وإزاي بتدت أحنا طبعا مبشوطين جدا أننا نجد أن نجيب حدث عالمي زي البسكتبول أفريقا ليج لأفريقيا البسكتبول أفريقا ليج أكتر من دوري البسكتبول في أفريقيا إحنا عايزين أنه يكون ليستايل أو زي الأمبيا بالضبط يكون أحسن دوري في العالم بر الأمبيا وده السبب أنه أندي عملت بالبسكتبول أفريقا ليج مع الفيبة ونحن شغالين أن نحن نعمل سيزون 2 ونبتدي سيزون 2 هنا في مصر مصرين جدا نحن نحن نيلي مصر وكم مصري أنا فخور أن أبنت بالحجم بسكتبول أفريقا ليج حيكون منظم في مصر في إبريل الجاي إن شاء الله طب أولي أكيد أنت بتتكلم مع زملائك أكيد أنت لك لك مستشارين أخرين في قرات تانية وأكيد لك يعني مستشارين كمان جوة الولايات المتحدة الأمريكية يعني كلمني عن تنظيم مصر أو يعني كلامهم عن عن مصر وتنظيمها لبطولة العالم وأيضا لبطولة العالم الأندية طبعا ده موضوع أكيد بيقام على الأرض مصر وأيضا البال وتصفياته اللي هتوقام على الأرض مصر في إبريل القادم يعني بتتكلم معهم بيباي الحوار يعني هل رأيهم إيه في الموضوع ده؟ والله يا كبتر عيسى مهم الناس مبسوطة جدا وفخورة جدا بالمكانيات المصر عندها لتنظيم أكبر الأحكاة والبطولات مبسوطين أكتر بالترحيب من الدقرة الشفف صبحي ومن كل الناس الموجودة هنا في مصر من الاتحاد الواسطة دكتور مجدد بوفريخة ودكتور محمد عبد المطلوب النفطة رحبة جدا بالأفانت بس فخورين نحن عندنا إمكانيات مش صالة واحدة أو صالتين زي جداد أفريكية تانية نحن عندنا صلات تقدر نهيئة أحسن وأكبر الأفانت اللي أم بيال تعملها في مصر أو في الشرق الأوسط نقدر نحن نصدفها في مصر هنا في الصلاة الجديدة بتاعتنا الموجودة والصلاة الحقيقة في الشور الجاية إن شاء الله طب باشماند ساحباد يمكن وحدك معنا لازم نقرأ في الفرمات بتاع الليج بتاع البال السنة دي شكل الفرمات إيه؟ يعني أنا عرفت من مستر أنيبال كان معنا عبر الهاتف أو عبر الزوم قبل حضرتك وقال لنا أنه يوم 8 فبراير في قرأة هتتعمل في داكار بالسنغال حدنا حدك تصور للفرمات النهائية للبطولة؟ آه أجديك الانفانيشن طبعاً نصدفنا منها شيء دلوقتي قبل القرأة في 12 فرقة اتأكدوا أنهم يشاركوا في البسكبول أفريق سيزن 2 طبعاً من نفس المصر بطل دوري ميدي زينيريك أو بطل دوري آخر مصخة من الدوري مصري آآ وبعد كده في خمس فرق آآ اتأهلوا مباشرة للنهايات آآ الخمس فرق زورت من آآ أنجولا آآ تونس آآ أنجولا عندنا بطل أتلسكو تونس آآ مستيري آآ اتحال مونستيري التونسي عندنا من آآ رواندا فرقة رج في رواندا آآ فرقة قوية جداً وعندنا من آآ المغرد سلق سلق مغربي ممكن موجود في النسخة اللي باتت آآ من القطولة آآ وأخيراً من السنغير آآ دوك آآ آآ بطل أطلس آآ دوري السنغير آآ الثت أحسن ست دوريات بيأخذوا أوتوماتيك كواليفاير من النهايات آآ في الفيبة عمل تصفيات آخر تلت شهور آآ كان فيه غير من تلاتين فرقة في التصفيات دي آآ أحسن ست فرقة في التصفيات تأخذوا آآ ديراك للنهايات نااااا انايات هاي بفقي 12 فرق عن رايي سيزن وندة الدبت حيرعبوا في آآ منطقتين آآ فانريض لعملنا في بابن آآ دانوحك عارس في رواندا الثنادي هنعب في آآ تستنغير من خمسة مارس إلى خمستاشر مارس آآ ست فرقة هنعبوا في السنغير آآ خمس فرق بفلس آآ الغوست فرقة السنغير آآ الثنادي وفي مصر الزمارك هيستضيف خمس فرق أو ست فرق توتن في مجموعة ثانية هذا فيه كونفرنس والكونفرنس الدي هيتقابلون الفرق حتى العصيرين من العلقة السنغيل ومن العلقة الكاهرة أول أربع فرق من كل مجموعة المجموعة بتاعة السنغيل والمجموعة بتاعة الكاهرة ممتاز يعني ده ملخص سريع وحاجة جميلة جدا طيب سؤال أخير يعني يمكن كان نفسي هتكتبع معي أطول بس هتبع معي أكيد قريب هل ممكن نشاهد أو نشوف لعب مصري يعني كبر في مصري ولعب في مصري لعب في الإنبي إحنا نفسنا نشوف ده والله نحن قريبين جدا نحن بانينا البحاد المصري شغال بالوء قريب من عشر سنين على استراتيجية أنه نحن أحسن معيبة أولاد وبنات يسفروا نجد أهلي طبعا من أحسن وأكبر النوادي اللي يتجني معيبة اللي ممكن مثل عاوي معيبة سفرت وسفروا ولعبوا في أمريكا رجعوا عشان نباو المصري بقى قوي دلوقتي ونرسون يرجعوا لعبوا بلدهم بس عندنا كمة من اللعيدة قريب من عشر أو وحداشر لعيب بيلعبوا في دوري جماعات دلوقتي وكلهم بيلعبوا على مستوى عادي فأحسن الجماعات واحد من اللعيد ناجل أهلي الموجود عن ناجل أهلي عصام تامر مصطفى كان بيلعف في دوري ناشئين مع ناجل أهلي متربي في ناجل أهلي ففي كذا حد ممكن يكون تاني لعيب لمصر في الان بي اي زي عبد الرحمن نادر طبعا عارفين وطبعا امتبعين نتمنى ان نفضل ندي الفرص للمعيبة الصغارين هما يدروا يسافروا يعني انت شايفة بشانت سحمد الموضوع رايب إن شاء الله وبنفسك معانا أكيد يعني انت راجل في الان بي بقى لك سبع أو ثمان سنة بشكرك شكرا جزيلا بشانت سحمد الحقيقة يمكن الوقت مر سريعا بس إن شاء الله يكون معنا قريبا عشان نقدر نتناقش عن نظام البطولة وكل شيء مهندس أحمد عوض الله مشتشار رئيس البال لكرة السلة بشكرك شكرا جزيلا بشانت شام كلمة أخيرة كده كراجل كادر يعني مصري في منظمة تتمنى لمصر إياه بشوت أتمنى لمصر كل التوفيق في التنظيم اللي جاي في طول الكأس العالم الأندية وتنظيم المرحلة الأولى للبي إيل بسكتبول أفريكاليك في إبريل أتمنى المنتخب المصري بإذن كل التوفيق في السنغال وبعد السنغال بإذن الله نتأهل لـ 2023 أنا شايف الاتحاد عمل شغل كويس وفيه مدرب حيوصل خلال ساعات فبإذن الله أكيد طول المجد في خطة ونبهود نبارك ومصر ترجع تاني كسر العالم بعد ما تأهلنا 2014 في إسبانيا شكرا جزيلا رئيس المنطقة الخمسة الأفريقية والناب رئيس الاتحاد الأفريقي نورتينه الشراطين 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 شكرا كمتن هايسا وأنا كنت سعيد باللقاء معك شكرا جدا أعزائي مشاهدين ده كان لقاءنا النهاردة نتمنى أن نكون فيدنا جمهير الكرة السلة وجمهير الرياضة بشكل عام أشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأفضل شكرا جزيلا لحسن المتابعة